عبدالهادي يقتفي اثر احدى الارانب يرافقه السلوق طراح الذي يبدو في حماس شديد واستعداد للمفاجآت لقد انقطعت اخر معالم الاثر في هذا الجحر يدخل السلوق في الجحر ويستعين بحاسة الشم ليتأكد من وجود الارنب في مكمنها وهو زرب صغير غير بعيد حفرته الارنب تحت الاشجار الكبيرة لقد كفيت الراح عناء المطاردة واستثمر نشاطه وحماسه في الحفر السلوقي اداة من ادوات الصيد مع البدو في الصحراء الرملية الكبرى حيث يستعان بهذه الكلاب في صيد الارانب والتي توفر لهم جانبا من الصيد في هذه الصحراء الخالية يبدو ان الفرصة قد سنحت لطراح لاستعراض مواهبه في المطاردة تخرج الارنب من مكمنها عند احساسها بالحركة من حولها يبتأ السلوق مطاردتها واشغالها ومن ثم يطلق الصياد الصقر في اثر الكلب على الارنب ليفسح المجال للصقر بهجومه الجوي وانقضاضه السريع فيما الارنب منشغلة بالمطاردة وتحاول الافلات من الكلب في ملاحقته الارضية ولا تعلم بان الموت قادم اليها من السبهة يمارس سكان هذه الصحراء الصيد بشكل رشيد فصيدهم لا يتعدى حدود الحاجة ولا يمارس الا في اوقات الفراغ فقط فهم اكثر الناس ارتباطا بهذه الارض واكثرهم حرصا على الحفاظ على فطرتها لكن الخطر الحقيقي يكمن في اختراق بعض حملات الصيد لاطراف هذه الصحراء فالبعض منهم يسرف بشكل جائر في صيد الارنب على الرغم من ان الصيد مجرم في صحراء الربع الخالي بطول امتداد بحر الرمال بين المملكة العربية السعودية والامارات وسلطنة عمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة